السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بي حضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة على صولها مع احمد امين النهاردة حلقة عن الامانة والخيانة من فترة كده طويلة كان الاخ المدعو احمد شبير تبنى حملة وحرب شرسة على لاعب ناشئ صغير في السن في نادي الزمالج غلبان يدعى احمد المرغاني الحرب دي بسبب يعني سببها ان الاخ هذا الشبير بيتهموا بالخيانة العظمة والخيانة الوطنية والخيانة الوطن وعلم الوطن والجنسية عشان الراجل هو لاعب في نادي الزمالج طلع قال ان هو اما النادي الاهلي Def in lo back الفريقية بيشجع اي نادي ضد النادي الاهلي او في موجهة النادي الاهلي مش بيشجع انادي الاهلي او بيشجع نادي اللي بيقابله ويتمنى خسارته فده يعني عمل توسينامي يعني عمل توسينامي في وجه هذا اللاعب وحربه حرب قزرة وغير عادلة وغير شريفة ويضمر مستقبله تماما يعني خلاه يعني يمنع أي نادي يتعقد معاه ولا يضمه ولا حتى في مجال التدريب أو المجال الإداري وهو الاستناشئ صغير إنه هو ده خاين خيانة غير عادلة يعني فوجة نظره يعني على الرغم إن مثلا هذا الشبير عشان مثلا يعني اللي بي ينادي بالوطنية وكده أو داخل في الموضوع هو مثلا مش مكانش فيه منظومة النادي الأهلي في الوقت ده ولا كان في منظومة الاتحاد الكورة مثلا أو غير شابه الرياضة يعني هنقول إنه رجل مسؤول يعني هو لا مسؤول في النادي ده ولا مسؤول في الدولة عشان يحربوا هذه الحرب القزرة الشرسة بدون أي مبرر ولا زنب يعني والموضوع ده في العالم كله ومش عيد وزيد فيه مش هطول فيه إن هو النادي تشجيع النادي ليس له صلة بالوطن ولا بالوطنية والنادي الأهلي شيء ومصر دولة مصر شيء تاني خالص والدليل واضح وصريح حتى في البطولات القرية النادي يعني لا يعزف النشيد الوطني للدولة ومفيش نادي بيحط عالم الدولة بتاعته على التشيرت بتاعه والنادي لما بيكسب بطولة قرية الدولة لما بتستفيدش لها مجد ولا رانكينج تصنيف ولا فلوس ولا شهر ولا أي حاجة خالص طبعا بستثناء بس طبعا في إيطاليا الدولي الإيطالي حامل لقى بدول إيطالي بس هو اللي بيضع عالم إيطاليا على التشيرت بتاعه لحد انتهي الموسم حد ما يتوقب بطل جديد ده استثناء بس إنما هو عمل نفسه إنه هو رأي الوطنية وحامل همة الحامل همة وشحز هلهمة ورفع السيف وضمر وقضى على هذا اللعب المسكين الغالبين ما فيش مشكلة ماشي طيب نيجي بقى نشوف بقى يعني من أيام قليلة كده كان فيه مبارامة بين النادي الأهلي ونادي فيوتشر نادي فيوتشر ده نائب رئيسه نائب الرئيس مين هو الشوبير ده هذا الشوبير تمام ولعب في فيوتشر اسمه سعد سمير لعب سابق في النادي الأهلي كويس مدافع في فيوتشر تمام والمباراة في الدولي مباراة عادية ونادي الأهلي مكتسح وكسبان ستة من ستة وده المباراة السبعة ليه والشوت الأول الحكم طرد لعب من فيوتشر وبيلعبه عشرة وتقدم الأهلي واحد صفر وطني همشي حلوة وجميلة وعادي خالي شوت التاني بيه كرة مرتدة هاجمة فيوتشر اتعادلت مفيش مشكلة ونيجي عند دقيقة تقريبا تسعين أو واحد وتسعين طبعا بغض النظر الحكم حسب تمام دقايق ولعبت 13 دقيقة إنما عند دقيقة تسعين أو واحد وتسعين حاجة كده يعني وإنه فاجأ بهذا السعد سامير كويس يشد ويمسك مهاجم النادي الأهلي برونوسافيو البرازيل برونوسافيو كرة هو ملوش تصيلة بيها خالص الكرة في الشمال عند علي معلول والكرة دي بدايتها فاول على أكرم توفيق بس سيبك من إنها فاول على أكرم توفيق بدايتها وعدته سيبك من الحكم حسب ربع ساعة حسب شوت شوت إضافي سيبك من الكلام ده كله طبعا معروف الخاين عمر يعني الحكم سيبك من كل الكلام ده عادي وبيس وجميل وظريف الكرة هو برونوسافيو ملوش تصيلة بيها خالص ولا ليه دخل بيها ولا بيشكل خطورة ولا معاه ولا هتلعب له ولا أي حاجة ونفاجأ بهذا الساعة دي السمير هو طبعا عرف إن في فهار والفار سيشوفه يقوم شدد برونوسافيو منزله مقاوة في الأرض وضربت جزاء طبعا الفارك يكلم خاين عمر واحتسبت ضربة جزاء للنادي الأهلي بغض النظر فاق إنها ضاعت وعدلت السماء وربنا برداش بالظلم اللي بقا يعني بقا يعني بقا ما فيش فايدة يعني وبرضه ما فيش فايدة بعد كل الكلام ده وبعد نشوفنا المغرب وبعد منظرنا اللي مش محترم وتهزئنا وعدم وصلنا حتى الكسر مفيش فايدة هم برضو نفس الفكر نفس الفكر كل الفكر ان نادي الاهل يفوز ويتعود بالبطولات فما علينا برضو هنعدي القصص دي هل اللي عام له سعد سمير ده يا أخ أيها الشيطان الشيطان يعز اللي عماني بيطلع في كل برامبو يتحدث عن الشرف والفضيلة والأخلاق والمساول عادل من كل الأندية يعني ما بيكسفش على دمه أنا مرضيتش أعمل حلقة ولا أتكلم غير مستني أشوف اللي كان عامل كده في أحمد المرغاني ايه اللي هيعمله مع هذا السعد سمير ده مش خيانة خلي بالك ده موظف في هذا الفريق أو زي الجندي في المعركة في الميدان وده المدان المعركة الملعب اما تخون يعني خنت الفريق بتاعك والتشيرت اللي انت لابسه والملايين اللي انت بتبضع من هذا النادي كل الكلام ده عادي خالص عند هذا الشيطان اللي بيدعي ان هو ملاك او بيدعي ان هو بيدعي الفضيلة وانت في موقعك كناب رئيس لهذا النادي وشايف ده على مرأة ومسمع من الجميع ايه اللي عمله انا استنيت عشان ما شوفه جايز يتعاقب جايز يتوقف جايز يتشطب جايز يتجمد ده يعني ده يعني ده يعني ده 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 يلخص الوضع الوضع في مصر الرياضة في مصر كرة القدم في مصر هو ده الوضع ده الموقف ده يلخص لما تتكلم تقول الاحمد المرغني وسعد سمير واحمد شبير المثلث ده يقول لك ان امل ماتت ودفنت وشبعت موت من زمان وحسب ان الله ونعمل وكيل والله ما عليك بالظلمين واخيرنا بين بينهم سالمين اللهم قد بلغت اللهم فشهت اللي يعجبوا الفيديو من فضلك لايك وشير باهتمام اللي مش مشترك في القناة من فضلك شارك في القناة وفعل جرس التنبيهات لأصل لكل جديد وفي النهاية السلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته